لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي مضى أول الوقت فلا يجوز فهذا ليس بصحية يعني بعض العامة أحيانا عندما نقول للرجل أزن يقول مضى الوقت يعني السنة أن يكون في أول الوقت لكن لو أذن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بعد خروج الوقت لما ناموا واستيقظوا ولم يقضوا من الحر الشمس وهناك روايات تحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في السفر وأراد بلال أن يؤذن في الحر الشدقى لأبرد يعني انتظر حتى تذهب الحرارة ويبرد الجو فأراد أن يؤذن فقال أبرد فأراد أن يؤذن فقال أبرد قال الراوي حتى صار للتلال في يعني أصبح الأماكن المرتفعة لها ظل يعني قبل العصر قبل العصر مثلا بنصف ساعة أو شيء من هذا قال أذن واضح فإذن هذا لو على ظاهره لأنه يجتهاد يعني على ظاهر إذن قد يقال لو أننا مجموعة في مكان نؤخر الأذان إلى حين إرادة الصلاة تفهمني ولا لا لكن عموما الأصل الأذان في أول الوقت هذا هو الأغلب الأعم المعروف من هذه صلى الله عليه وسلم قال لما رؤى أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم وربما أخر الإقامة شعر وابن ماجع الحديث يقول حسن بمتابع لغاند أحمد وهذا نقول هو الأمر الأكبر والأكثر في السنة يسن والترسل فيه قال لقوله صلى الله عليه وسلم ترسل أي التمهل الأذان غير الإقامة الإقامة يحضر فيها يعني يسرى قال لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فحد الرهب داود حديث ضعيف ولكن هذا المعنى يكاد يكون متفق عليه بين الفقاء يكاد يكون متفق عليه بين الفقاء وأن يكون على علو يعني مكان مرتفع قال في الشرح لا نعلم خلافا لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام العلة تقتضي أن صعود المكان المرتفع ليس مقصودا ليه قال لأنه أبلغ في الإعلام الآن مع المكبر صار لا حاجة إلى الإيه فقول من يقول من الأفاضل المعاصرين أن الأذانة داخل المسجد بضعة بعيد والله أعلم بعيد هو الصعود الصعود ليس مقصودا لذلك قال رؤي أن بلالا كان يوزن على سطح مراتب من بن النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد رأو داوده وحديث حسن قال رافعا وجهه رافعا وجهه يعني الشيخ الإسلام ينص على استحباب رفع الوجه والفم إلى السماء في الأذانة والإقامة وفي الحقيقة والله أعلم هو ذكر بعض الأدلة ومنها ذكر الوضوء أنه بعد إذا توضى قال أشهد رسول الله مجنم التوبيد ثم ينظر إلى ليه يرفع بصره ولكن في الحقيقة الروات التي فيها رفع البصر ضعيفة ولذلك استحباب رفع الوجه إلى أعلى هذا الأحاديث فيه ضعيفة يعني إذن لا يلزم أن يعني هل نظرتم إليه يعني ليس المسنون أن يفعل هكذا يعني عنده يرفع وجهه إلى السماء إذن يعني رفع وجهه إلى الأعلى يعني في الأذانة لا يلزم والله أعلم جاعلا سببتي في أذني هذا باتفاق أهل العلم وهناك اجتهاد هل ما زال مستحبا مع وجود المكبرات أم لا لأن البعض يقول أن العل في ذلك أنه يكون سببا في أن يكون صوته أكثر اتفاعا قال لقول أبي جحيفة إن بلالا نوضع أصبعي في أذني روى أحمد الترمذي الصحة وقال العمل عليه عند أهل العلم وعن سعد القرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا نجعر أصبعي في أذني وقال أنه أرفع لصوتك هذا يعني فيه ضعف عمل أحاديث السابقة بعضها يعني صحيح فيغني والله على طبعا الترمذي يقول العمل عليه عند أهل العلم أنه يضع أصبعي في أذني مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر هو عموما هناك إجمع على هذا واضح؟ قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذن ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح لقول أبي جحيفته رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه اجتهاد كبير جدا والمسألة واسعة ولا إنكار فيها لأن اللفظ محتمل هل معنى الحديث يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الصلاة يمين حي على الصلاة شمال حي على الفلاح يمين حي على الفلاح شمال ولا حي على الصلاة حي على الصلاة كلاهما يمين واضح ولا له حي على الفلاح حي على الفلاح كلاهما هذا اجتهاد سائق وإن كان ابن دقيق العيد يرى في كتابه الفز إحكام الإحكام أنه يجعل حي على الصلاة حي على صليل جهتين لأن الحديث ظاهره هنا يميناً وشمالاً حي على الصلاة فلا كأن كل منهما يميناً وإيه لم يقل يميناً حي على الصلاة شمالاً لأن كده يعني ظاهر اللفظ يعني ولذلك يقول اجتهادية ولكن ظاهر اللفظ ربما يدل إلى يعني ما نحى إليه ابن دقيق العيد عليه رحمة الله والمسألة قريبة جداً وهذا لعل ظاهر اللفظ ولكن هنا ظاهر السنة واضح جداً أنه لا يستدير لأنه قال جعلت أتتبع فاه والرواء الأخرى واضحة جداً يعني لو أنه ذكرها قال فيها الراوي حتى إذا كان حي على الصلاة لواء عنقه فقط لواء عنقه يبقى بعض المؤزنين عندما يستدير بإيه بجميع البدن ليس هذا موافقاً للسنة والله أعلم لواء عنقه تدل على أن جسده ما زال كما هو فرواية لواء عنقه في منتهى الوضوح ولعله يأتي يعني هو الأنس يؤكد الذي أقوله قال ولا يزيل قدمه ما معنى لا يزيل قدمه يعني لا يستدير لا يستدر لأنه لو أزل قدميه بأيه تحرك لكن معنى لا يزيل إذن سيبقى كما يعني لا يحرق قدميه لأنه لو أرد بكل الجسد سيحرق قدميه ولو قليلاً واضح؟ قال للخبر ما معنى للخبر للحديث ها أتتبع إيه فاه بؤ بس وفي الأخرى لواء عنقه وسواء كان بمنارة أو غيرها صحيح الحديث عام وقال القاضي والمجد من هو المجد؟ جد بن تيمية ما لم يكن بمنارة في أنه يدور وهذا خلاف المذهب يعني كأنه يريد يعني هذا خلاف المذهب يعني أريد أن أقول أن لفظة ما لم يكن بمنارة الشيخ مرعي هنا خالف المذهب لأن المذهب عندهم ولا منارة ولا غير منارة واضح؟ وهذا يدل عليهم مسألة محتمد المذهب وهذا يرى الرجل ألف متناً ها على المذهب وإيه فهونوا عليكم لا بد منه وكأنه خالف القرآن والسنة هذا عجيب واضح هي نعرة الحمد لله خفت بفضل الله سبحانه وتعالى ويعني أحمد والشاف وهؤلاء لو كانوا أحياء ما يرضاهم هذا التعصب الشريط وكأنه لا تفتي بفتوى خارج المعتمد أو سبحان الله طبعا بعض الشرح أحيانا يقولون أشياء ليست بجيدة ليس هذا وقت التفصيل قال القادر والمجد ما لم يكن بمنارة فإنه يدور وأن يقول بعد حي عالة أدان الفجر يعني بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين يسمى التثويب التثويب التكرار والعود يعني ثاب إلى الشيء يعني ولذلك هو في الحقيقة بعد أن قال حي على الصلاة حي عصر رجع فقال الصلاة خير فهو يدعو إلى الصلاة مرة أخرى بعد أن قال حي ولهذا ثاب إليها رجع إليها مرة أخرى قال لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشارة وابن ماجه هذا حديث ضعيف قال ودخل ابن عمر مسجدا يصلفي فسمع رجل يثوب في أذان الظهر فخرج وقال أقرجتني البدعة وهذا حديث حسن ويكره بين الأذان والإقامة والنداء بعد الصلاة ويكره بين الأذان والإقامة النداء بالصلاة بعد الأذان ونداء الأمراء يعني أشياء استحدثت في بعض العصور هو سيشرحه الآن قال وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين هذا بين الأذان والإقامة هذا كله محدث ونحوه قال ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة كله أيضا محدث كما ذكرت وهذا للأسف في قرى الريف كان موجود فيما مضى ويريدون أحياء أنه كان بعد يقول الله لا إله العيون الصلاة والسلام عليك أو أشياء من إيه من هذه فضبلعه صلى الله عليه وسلم إلى غير هذا فهذا كله من البدع وهذا بعد مدة سيصير كأنه جزء من الأذان وقد يعني ينكر بعد هذا على من يتركه يعني من سيفعل السنة بعد هذا سيصير مستهجنا يعني ينكر الناس عليه بقي أن يقال أو أن نجيب على السؤال وهو التثويب في الأذان الأول أم في الأذان الثاني الظاهر والله أعلم أنه في الأذان الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال إذا أذنت الأول فقل الصلاة خير مننا طبعا العلامة الشيخ الوثمين رحمه الله يقول لا الأذان قبل الصبح ليس أذان فهذا غير معتد في واضح ولا لا فإذا أذنت الأول أي الأذان الصحيح طب لماذا سمي الأول قال لأن الإقامة تسمى أيضا أذان بين كل أذانين ولكن هذا خلاف الظاهر يعني هذا إذا لم يكن هناك أذانين فعلا فنقول إذا أذنت الأول يعني إيه ولكن الفجر في الحقيقة هو أن يسعى السلام قال إن بلالا يؤذن بليل فسمه إيه أذانا واضح ولا لا فهو يقول لا هذا ليس أذان هذا أذان معروف يبعا إذا أذنت وهذا واضح جدا إن بلالا يؤذن بإيه بليل فلو جمعت الروايات ستجزم بهذا والله تعالى أعلى وأعلى ولهذا في الحقيقة إذا كان المراد إيقاظ النائم ناسب أن يقال فيه الصلاة خير من النوم الذي أنت فيه واضح فرغم شدة إنكار الشيخ رحمه الله وأنه قد ظنه بعض طلبة العلم أو بعض كذا وهو كذا والأذان الذي قبلها الوقت ليس أذانا أصلا ففي الحقيقة إذا أذنت الأول أي الأذان المعتد به الإقامة لا تسمى أذان إلا بالسياق لكن الأصل واضح ولا لا الأصل إن الأذان هو الأذان وإذا كنا في الفجر معلوم أن هناك أذان أول يبقى المسألة منتهية ولذلك الصحيح والله أعلم أن الأذان الأول في الفجر هو الذي فيه الصلاة خير من النوم والعلم وإنضى الله سبحانه وتعالى قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق لقوله صلى الله عليه وسلم إن أخ صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم رغم ضعف الحديث ولكن هذا هو المعلوم على عهد صلى الله عليه وسلم أن المؤذن كان هو الذي يقيم قال ومن جمع وقضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل وهذا قول وسط هناك أقوال أخرى يعني لا يؤذن مرتين لا يقيم مرة أو لا يؤذن المهم الصحيح هذا الذي في الكتاب وهو الواضح جدا من هذه صلى الله عليه وسلم في الحج كان عليه الصلاة والسلام لما جمع في عرفة أذن للظهر ثم أقام ثم أقام للعص جمع بين الظهر وعص بأذان وكذلك في مزدنفة رغم أن هناك أحاديث يعني فيها أذنين وأحاديث فكاء والصحيح أن الرواية التي هي الثابتة أيضا في المغرب والعشاء بأذان وإقامتين والله تعالى أعلى وأعلم ومن جمع إذن هذا كجمع سأسلم بين الظهر والعص جمع تقديم في عرفات أو بين المغرب والعشاء جمع تاخير في المزدنفة قال أو قضى فوائد قضى فوائد يعني إذن كان يعني طبعا يعني نام وفتته الصلاة المهم طبعا قضى فوائد نكتب فوقها هناك حالتان إما العذر أو بدون عذر نكتب بجوارها سيأتي تفصيل هذا أو نقوله الآن بالمناسبة حتى يعني يعني نعشمكم أو نقول وننسى الآن لو كان قضاء الصلاة لعذر فعند بإجماع كل العلماء يجب القضاء يعني لو فاتت الصلاة لعذر فيجب قضاؤها إجماعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها يبا هذه هي الحالة الأولى أن تفوته الصلاة لماذا يا شباب لعذر يبا هذه يجب أن يقضيها عند كل العلماء طيب أما إذا فاتته لغير عذر يعني تعمد ترك الصلاة أي سبب وبعد الندم يعني مثلا كان من أجل المباراة للأسف كما يفعل هذه سفاهة ما بعدها سفاهة ولا يجب الله أنه منشغل يشهد المباراة يقول سأصلي بعد المباراة بعد أن ينتهي الوقت واضح فهذا بلا عذر فهل يقضي أو لا يقضي المذاهب الأربعة قالوا إذا كان النبي عليه الصلاة أوجب على المعذور الناس والنائم أن يقضي الصلاة واضح فغير المعذور من بابه هذا هو مذهب أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد أو مذهب أبي حنيفة كلاهما صحيح أما مذهب ابن حزم وهو ترجيح شيخ الإسلام أن من أخر الصلاة لغير عذر حتى خرج وقتها لن يدركها أبدا أبدا وأنه يكسر من النوافل أما القضاء فلا يصح لا يفيده وهذا أقرب والله أعلم فالوقت شرط لصحة الصلاة دخوله فكما لا يصح قبلها عمدا لا يصح بعدها عمدا وقد استدل شيخ الإسلام بخطبة أبي بكر رضي الله عنه أول ما ولي الخلافة فقال إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل وبلا ريب أول عمل مؤقت وإيه الصلاة فظاهر كلام أبي بكر أن الأعمال مؤقتة لا تقبل في غير وقتها يكسر من النوافل والله المستعان هذا خلاصة الكلام في قضاء الفوائد وقولهم قضاء الفوائد هنا مسألة ذكية أريدكم أن تركزوا فإننا سنستنبط شيئا بعيدا جدا عما يكون في عقولكم الآن غالبا ألا وهو قضاء فوائد ما عدد الفوائد عندهم طبعا المذهب الآن بعذر أم يشمل بعذر وبدون عذر صح ما عدد الفوائد هل خمس ولا ممكن عشر طب ممكن عام ممكن عامين وهذا دليل على عدم تكفير تارك الصلاة وهم لا يكفرونه إلا إذا دعاه الإمام كمذهب يعني واضح واستتابه فأصر كما هو في الكتب الأخرى لكن طالما لم يدعوه أحد فلا يكفر فلو طبقنا هذا الكلام على واقعنا فلا كافر بترك الصلاة صحيح ولا لا لا يوجد من يستطيب الناس تفاهميني ولا لا لذلك لما قال الإمام أحمد في من ترك أحد الرواية عنه في من ترك صلاة سنين أنه يقضيها ما لم يشغله عن معاشه لأنه قلنا له أصلاة سنين سيصلي سيصلي من صح هذا إذن لن يخرج خارج المسجد أو خارج سجادة الصلاة يعني صح فقال لا يعني لابد يعني يعني ولذلك هم رأوا والله أعلم بناء على هذا أنه لا يكفر إلا في الصورة التي اختار شيخ الإسلام أنه في كتابه الفذ كتاب الإيمان أنه لا يكفر حتى يعني يدعوه الإمام ويصر ويضيق الوقت طبعا شيخ الإسلام هناك وهم كبير عند كثير من من ينتزبون للسلفية يظنون أن شيخ الإسلام يعني يرى الإجماع على كفر ترك الصلاة ويكفر ترك الصلاة بل هو هو في الحقيقة كما في كتابه الذي طبعه وهو جامع الرسائل والمسائل لفضيلة الشيخ عزير شمس عليه رحمة الله قد مات قريبا ذلك العالم يعني بذن مجهود في جمع كثير من كلام شيخ الإسلام وقد ورد فيه هذه الفتاوى فتوى واضحة جدا في رجل تزوج امرأة لا تصلي فما لا يصنع معها ومهرها ثقيل لو طلقها فسيكون هناك أزمة واضح فشيخ الإسلام طبعا شدده وشدد عليه وعنفه وأنه كان مسيئا بأنه قد تزوج امرأة لا تصلي ولكن في النهاية طبعا في سياق الكلام أخبره أن الفاسق وقال في النهاية ترك الصلاة فاسق وإن كان عقابه في الأخيرة دون عقاب الكافر وهذا تصريح بعدم تكفير ترك الصلاة ثم فينها قال إنه ينوي إن وسع الله عليه فلم تصلي إيه إن وسع الله عليه وهذا دي طبعا على عدم ردتها فلو كانت مرتدة فلا يحتاج لأن يطلقها سيقول له إن انتهت العدة ولم تصلي فقد انفسخها لكنه لم يشر إلى الرد بل قال له ينوي طبعا ولم يقول له لا تعاشرها ولا ولا واضح وطبعا هذا كل واضح أنه يراها أنها مسلمة وهذا طبعا يعني يعني من ينظر إلى هذه الفتوى يعرف بعد ما يلهج به كثيرون من المعاصرين ممن يعني يقولون هذا إجماع والخلاف في خلاف غرساء وغير ذلك كلام عجيب صراحة المسألة جتهدية جدا وأكثر رفقها على عدم التكفير بل شيخ الإسلام يعني نص على عدم التكفير في هذا الكتاب الذي واضح جدا بعد أن صار شيخ الإسلام يعني بعد أن كولنا هذه فتاوى والفتاوى طبعا بعد أن زعي صيطه واشتهر فهذه مسألة بعد أن صار رجلا يسأل ويستفت وتدون فتاوى عليه رحمة الله فهذا طبعا ليس في أول حياته حتى يقال أنه كان في أول حياته مثلا أو يعني قبل النضج أو قبل كذا أو قبل أن يطلع لا هذا بعد أن صار مفتيا يستفت وتدون فتاوى عليه رحمة الله طبعا هو في العمدة ما لكلام يعني أنه لا يكفر إلا بشيء قلبي يعني أنه يعزم على أنه لا يصلي ولا يغضي الصلاة ولكن طبعا أي إنسان عنده خبرة بشكل الإسلام يرى أن شرح العمدة هذا كان في بداية حياته يقينا يعني شرح العمدة عمدة الفقه واضح جدا أن هذا كان في بداية حياته مع أنه في النهاية في الظاهر لم يكفر التكفير عنده ظاهري مرتبط بالاستتاب وأنه يقول اقتلوني ولا إيه ولا أصلي وإن كان هو كفر باطنا بأنه يعزم على أن لا يصلي ولا يغضي الصلاة وهذا أمر إيه قلبي يعلمه الله عز وجل واضح لكن هذا التقييد حتى لم يذكره في وإن كان ممكن أن يجمع بأنه ده أمر باطن فأفتاه في المرأة بالإيه بالظاهر واضح وإحنا لا نعرف أصلا للناس هل تنوي أن تصلي في يوم تنوي كذا ولا فأنا لا ندري لكن عموما ظاهر ما في الكلام المتأخر له عدم التكفير بإطلاق والعلم عند الله سبحانه وتعالى قال عليه رحمة الله ومن جمع وقضى فوقت أذن للأولث وأقام للكلي لقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر العصر بعرف بأذان وأقامتين راه مسلم والحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع سلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء شغلوا من يضعف هناك من يصحح أشياء في هذه القصة في أشياء كثيرة كالشيخ أحمد شكرا وقال لهم تفاصيل في هذه قال وَسُنَّ لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله سُنَّ إذن لا يجب صحيح وإن كان الأحناف رأوا أنه يجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل والظاهر طبعا مثلهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا وهذا فعل أمر والأمر للوجوب لكن الجمهور قالوا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن وقال أشهد لا إله إلا الله قال على الفطر وقال أشهد رحمة الله رسول الله قال خرجت من النار وظاهر هذا أنه لم يكرر ما قاله المؤذن فقال هذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب وهذا أقرب وللم عند الله طب الآن من سمع بعض الأذان ماذا يصنع هل يغضي ما فاته أم يجيب ما سمعه فقط لعل الأقرب إذا سمعتم فيجيبه فيما سمعه والله تعالى أعلى وأعلم إذا كان هناك عدة مؤذنين ماذا يجيب يجيب من يسمعه إلا أن يكون يعوء يعني يتعارض مع من سيصلي عنده فأولى أن يجيب المؤذن الذي سيصلي في المسجد الذي يؤذن فيه والله أعلم قال سنة لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثلا إلا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر مرفوع إذا قال المؤذن إن هو إذا قال المؤذن Only الله أكبر الله أكبر وهذا دليل ظاهر والله أعلم على أن المؤذن لا يقول هكذا الله أكبر الله أكبر فيقطعها جملة جملة لا بل ظاهر السنة أن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر لأن عمر هذه مسألة اجتهادية الأزان معروف ولكن كيف يؤدى كيف يؤدى لم نسمع بلالنا رضي الله عنه هل كان يقول الله أكبر ويسكت الله أكبر ولا يقول الله أكبر الله أكبر هذا الحديث يؤيد قول من قال الله أكبر سويا كل تكبيرتين سويا يعني هنا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فذا واضح أنه لن يقول إلا بعد أن يفرغوا من الإيه وهذا معناه أنه لم يكن يصمت بينهما ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال تقطيع الأزان في هذه الرواية يدل على كيفية الأداء صحيح ثم قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حيا على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر مرة أخرى مثنى صحيح ولا لا ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله الخالص من قلبي دخل الجنة هذا يدل على استحباب هذا الذكر وعلى فضيلة هذا الذكر والعمل أجره ليس متوقفا على الجهد والتعب فيه وإنما الأجر تابع لشرف العمل وحب الله له فقد يكون العمل الجهد فيه أقل ولكنه محبوب إلى الله فيكون الأجر فيه أعظم والموفق ما نوفقه الله ولهذا كان الذكر وهو محبوب إلى الله عمل الجهد فيه قليل ولكن الأجر فيه عظيم فهذه قاعدة لا يلزم دائما أن يكون ما أكثر تعبا وجهدا أعظم إيه أجرا والله أعلم قالوا في التثويب صدقت وبردت قال في الفروع وقيل يجمع يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير التثويب ما هو الصلاة خير فيقول صدقت وبردت والصحيح أن اللفظ عام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما فنقول الصلاة خير من النوم فقط في لا حول لقتل بالله هذا الذي ورد صح أسف فيه حي على الصلاة هذا الذي وفي الحقيقة هذا يقتضيه الفهم الصحيح لماذا؟ لأن المؤذن يناديك حي أي هلم وأقبل فأنت أيضا تقول حي لمن هو يقول لك ولغيرك صح؟ فأكأنك تقول لمن ورائك إيه؟ حي وأنت أين تذهب؟ واضح؟ ولذلك هو يقول حي تعالى هلم أقبل واضح؟ حي على الصلاة ولذلك أنت تعترف بأن ذهابك إلى هناك لا يكون إلا بتوفيق الله وإعانة الله فأنت تظهر الذلة والخضوع والافتقار التام إلى الله سبحانه فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من حال إلى حال ولا قوة لي على ذلك إلا بالله أي بإعانة الله سبحانه وتعالى فكأنك تقول ضمنا اللهم إني أنا العبد الضعيف أسألك الإعانة على طاعتك وأن تعينني على أن أذهب إلى الصلاة وأن تبعد عني الصوارف والمشاغل فإن الإنسان ربما يريد الصلاة فتأتيه صوارف ومشاغل ومشكلات فيحرم من هذا الفضل العظيم فيضطر لأن يصلي في البيت أو يصلي جماعة ثانية أو هكذا فتطلب أعانة الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى قال وفي لفظ الإقامة أقام الله أدامها ولا دليل الحديث فيها ضعيف وسيئل قال لما روى أبو داود فاتني أن أقول أن أكثر العلماء على هذا الذي في الكتاب سمع لمن سمع المؤذن أو المقيم والصحيح أن الدليل ورد في المؤذن وأن الإقامة لا وقت لتردادها واضح؟ بل هو يقول ونحن نستعد لليه بل السنة في الإقامة أن يحضرها يعني سريعا والله أعلم ولذلك لما قال أن المستمع يتابع المؤذن والمقيم فقال في الإقامة يقول أقامها الله وإيه وصيح أنه لا يتابعه والله أعلم قال وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قامها الله وأدامها وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده واه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته لحديث عبد الله بن عمر مرفوعا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواه مسلم ورواه البخاري وغيره عن جابر مرفوعا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة طيب وفي خلاف بس إنك لا تخل في المعادة الثابتة يمكن الشيخ البن يرى عدم ثبوت الشيخ بنباز يراها ولو أننا نقلد نقلد أهل الحديث رحم الله ولكن الشيخ بنباز كان فقيها لا يبارى رحمه الله قال ثم يدعو هنا وعند الإقامة يدعو هنا أي بعد الأذان ما معنى يدعو هنا فرغ من الأذان واضح والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد قال لحديث أنس مرفوعا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة روى أحمد التلميذة والصحى وقال حديث ودعى أحمد عند الإقامة ورفع يديه وطبعا لذلك قال وعند الإقامة صح فلذلك قالوا إمام المذهب فعل هذا أنه دعى عند الإيه الإقامة وإيه ورفع يديه الصحيح ظاهر السنة بين الدعاء ليردوا إيه فالظاهر أنه إذا شرع الأذان المؤذن في الإقامة لن يقول مثلا إنسان لم يدعو فلما شرع المقيم فإيه فيدعو بل الظاهر أن وقت الإجابة كان متى بين الأذان والإقامة والله تعالى أعلى وعلى ولا مانع أن الإنسان يدعو ولكن لا يقال أن هذا هو الإيه السنة ربما الإمام أحمد استحضر يعني لما سمع الذكر الإنسان سبحانه لقد يعني يستمع الذكر يعني يرق قلبه فيسأل ربه واضح فهذا جائز في كل وقت واضح ما عدا يعني ما نهي عنه مثلا أن الإمام يقرأ فأنت لابد أن تسمع قال ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع وهذا ظاهر الصنة قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر ثم ذكر حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم روحه مسلم وطبعا هو في الحقيقة ليس ثم ذكر هو الترمذي قال هذا الحديث قبل إيه لو العمل على هذا بعد أن ذكر عادة الترمذي يذكر الحديث ثم يدبعه بالحكم فهو ذكر الحديث أولا وإن كان ظاهر اللي ذكره هنا ربما سهو من صاحب الكتاب إن قال ثم ذكر تفهميني وإن كان في الحقيقة يعني كما نبه بعض المحققين أن كان الأولى أن يقول وكان قد ذكر حديث أبري فهمتموني صحيح الله أعلم يقول في كشاف القناع البهوتي رحمه الله يعني مسألة في الفايدة يقول ولو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان لم يأتي بتحية المسجد ولا بغيرها بل يجيب المؤذن حتى يفرغ من أذانه يعني دخل والمؤذن إيه يعزن ماذا يصنع ينتظر يردد قال في الفروع ولعل المراد غير أذان الجمعة لأن سماعها أهم آسف ولعل المراد غير أذان الخطبة يعني الجمعة ولعل المراد غير أذان الخطبة لأن سماعها أهم من الإجابة هذه بسنة مهمة يعني إذن لو كان الأذان الثاني واضح ولا لا هذا هو الأذان الحقيقي يعني جلس الإمام على المنبر والمؤذن يؤذن لا تنتظر لماذا لأنك لو الآن رددت الأذان سيشرع الإمام في الخطبة وإيه وأنت تصلى أن تكون معه واضح مع أن الخطبة أهم من إجابة لأن المرادة منها واضح ولا لا وقد قال الله عز وجل فأسعى إليه إلى ذكر الله قال تتمة في صفة الأذان قال في الكافي ويذهب أبو عبد الله يعني أحمد إلى أذان بلال رضي الله عنه الذي أريه عبد الله بن زيد رضي الله عنه كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طف بي أنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يدي فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك روه أبو داود حسنه العلامة الألباني رحمه الله فهذه صفة الأذان والإقامة المستحب الأذان المستحب والإقامة المستحب ولو قال المستحبة هذا صفة المستحبة لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ما تنتهى سبحان الله من أعجب المسائل من أعجب المسائل ذكر يكرر في كل الصلاة ورغم ذلك اختلف فيه الفقاء اختلافا بينا وكله صحيح يعني الإنسان عندما يفكر يقول سبحان الله يعني أناس ينقلون صفة وصار كل بلد أو كل بلاء بلدان يعني بعض البلدان فيها صفة بعض البلدان فيها صفة بعض البلدان والصائل كما قال شيخ المسلام كلها واردة ولذلك مثلا الصفة التي هنا عند الحنبلة خمس عشرة جملة وسموها كلمة يعني جملة كلمة في لغة العرب يعني الجملة المفيرة كما قال صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده كلمة بمعنى إيه؟ جملة سبحان الله العظيم كما قال عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيض ألا كل شيء ما قال الله باطل هذا جملة كاملة واضح؟ فالكلمة معناها الجملة الإيه؟ ها الجملة الإيش؟ المفيد تعبنين ولا إيه؟ طيب هنريحكم قليلا شاء الله نكمل بس نقف بس ننهي هذا الشيء كنا بنقول إيه؟ آه فهنا خمسة عشرة جملة الأزان وحدى عشرة جملة الإيه؟ الإقامة بقولوا كلمة خمسة عشرة كلمة وحدى عشرة إيه؟ كلمة هذا مذهب أحمد مذهب الشافع مثلا مثل أحمد ولكن زيد الترجيع في الإقامة يعني يقولوا الشهادتين سرا ده اسم ترجيع ثم يقولوا إيه؟ جهرا صارت تسعة عشرة وخمسة عشرة جملة صح؟ وأربعة شهادتين لا إله إلا الله مرتين ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معين ولا لأ؟ يبقى كده كم؟ أربعة جملة يبقى تسعة عشرة والإقامة مثله حين؟ أبو حانيفة لا الأزان كأحمد الإقامة لا ده هي كالأزان وحيزيد قد قامت الصلاة قد قامت صارت سبعة عشرة جملة الإقامة مالك يختلف الأذان بترجيع ولكن التكبير مرتين يبقى كم جملة؟ سبعة عشرة صح؟ الإقامة عند مالك إحدى عشرة جمل آسف عشر جمل آآ عشر جمل لماذا؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر فالإقامة تكون متر ولكن رغم أننا قلنا أن كله كله صحيح إلا هذه يعني قول مالك في الإقامة الوحيد الذي نره غير راجح لماذا؟ لأن الحديث أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة يبقى إلا كلمة إيه قد قامت فستكون إيه فهنا يعني لن ناخد بقول مالك لأن الحديث واضح إلا الإقامة لأن الحديث الذي أطلق قيد يشفع الأذان ويوتر درواية نفس الحديث نفسه ولكن المطلق هيحمل على يبقى هنا كله كده إلا الإقامة يبقى خلاص يبقى العام هنا خصص هنا بيونكا نعام لكله خصص إلا أدات استثناء من أنواع التخصص يعني المنفصل كما هو المتصل كما هو معلوم واضح طيب انتهى بفضل الله سبحانه وتعالى بابه الأذان والإقامة إن شاء الله بعد قليل نشرع في باب شروط الصلاة راحة قصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين